بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الآلة في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج الأهل الليلة حلقة بالتأكيد جاية لأنها في أجواء سعيدة أجواء كلها انتصارات وبطولات وأرقام قياسية حلقة جاية في توقيت لنحن نتكلم على عودة العملاق عودة المارد الأحمر بطل القرى الإفريقية حجس كارت التأهل إلى مرحلة الدور النصف النهائي بعد إقصاء ساندونز من بريتوريا في الموسم التالي بعد خسارة العام الماضي التي لم يكن يتوقحها أحد ولن تحدث في تاريخ النادي الأهل مرة أخرى ليه؟ لأن النادي الأهلي نادي بطل نادي ليه تاريخ نادي كبير أبداً عمر ما يقدر يفرد في حقه في أي مرحلة من المراحل وهو بيلعب سواء في المشوار المحلي أو بيلعب في المشوار الإفريقي عنده لعبة رجالة عنده جهاز فني على أعلى مستوى عنده إدارة تعرف جيداً قيمة ومكانة النادي الأهلي لذلك النتائج اللي بتتحقق خلال هذه الفترة لم تأتي من فراغ النادي الأهلي تأهل من بريتوريا بعد إقصاص سندونز بعد التعادل الإجابي واحد واحد مستفيداً بالفوز هنا في استاد القاهرة بهدفين مقابل لشيء ومن ثم حجز بطاقة التأهل والتواجد من الأربعة الكبار في مرحلة الدور نصف النهائي هذا الدور إن شاء الله لا ينطلق في الأسبوع الأول من مايو وفي أقل من أسبوع سيكون لقاء العودة إن شاء الله في القاهرة أياً كان المنافس في مرحلة الدور نصف النهائي سواء الوداد المغربي أو النجم الساحلي التونسي المباراة الأولى ستكون خارج مصر أحد أيام واحد أو اثنين مايو المباراة الثانية ستكون في القاهرة إن شاء الله يوم تمانية أو تسعة مايو